من مدينة الغردقة أحييكم أخوتي الأعزاء أنا كنت بتجول في منطقة الظهار وفاجأة كنت أمام الكنيسة القبطية الأرسوزكية أو الكاتدرائية البابا أو الأنبة شنودة رئيس المتوحدين كل مرة أجل الغردقة أو أجل زور الغردقة أعوز أزور الكاتدرائية دي بس ما بيكونش معا الوقت أو بتكون بنهاية الأجازة وقول خلاص نأجلها للأجازة اللي جاية بس النهاردة أنا فيها في الميدان وإن شاء الله نزورها مع بعض وسورها لكم إن شاء الله كاملة إحنا دلوقتي في منطقة الظهار لأشهر منطقة طبعا في الغردقة قلناها وصورناها في فيديوها السابقة إنت لو هنا في ميدان الظهار بتشوف كل حاجة يعني بتشوف ديلك السنترال هنا والمحكمة هنا والأسواج كل الأسواج 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 الخضار وأسواج اللحوم والأسماك وكل حاجة والأسواج الشعبية بتحت المنابس وكل حاجة لو أنت في الميدان هتشوف كل الشوارع مفتحة وما يميز مدينة الغردقة إنه بها شبك مواصلات جميلة جداً يعني شامل المدينة كلها هتلاقي ميكروبزات هتلاقي تكاسل باللون البرتقالي دي هتلاقي 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 المواصلات مش هتقلق يعني لو أنت في الأحياء هتيجي بسهولة لو أنت في القرى في أي حتة في الفناديب هتيجي بكل سهولة الغرد بن الطويس مدينة جميلة وصغيرة هنا الكاتدرائية طبعا وانت ماشي بتنزل عند جاد ببقى جاد على يمينك أو كشر التحرير اللي هو دي اللي قدمكم في الصورة وبتمشي بتاخد يمينك على طول خطوات بتلاقي الكاتدرائية أو هو اسم الشارع بتاعها شارع اللواء سلمان هتمشي الشارع هذه طبعا وممكن تشرب عصير هتلاقي بتوعصير هنا الشارع ده بيوديك بقى على شارع الملابس وكل حاجة والموبايلات هتلاقي كل حاجة هي منطقة شعبية تجارية فخمة فيها كل حاجة وأرخص من شارع الشرطن والبزارات والحاجات دي كلها هتلاقي فيها كل حاجة والكنائس والمساجد والمباني يبقى لازم تزور الكنيسة دي تزورها لانها تستحق الزيارة يعني اول ما شفتها وزورتها بصراحة تسلم ايد المهندس مهندس هتشوفها من جوة حضراتكم طبعا تبتمشي دلوقت ده كله تبع الداخلية عشان التأمين اولا من الكنيسة والكنيسة مهمنا تماما بتخش هنا طبعا بتلاقي الرجل بتاع الشرطة كل احترام ويوجفك ويسألك عليك في الشنطة عادي وبتعدي على الجهاز عشان ايه اكتشاف الحاجات المعدنية وكده بتخش برح يبقى بيقولك تفضل وعلى فكرة الكنيسة مجانية مفيش تذاكر ده مبنى الكنيسة من خارج كده من حواليها قبل ما نخش وكده الباب بتاعها وهتشوف الكنيسة او الكاتدرائيد اسمها كاتدرائيد الانبة شنودة رئيس المتوحدين دينينا بتخش بتلاقي الجداريات طبعا مع الحطان وبتلفها تلف الكليسة من تحت وتشوف تستكشفها الناس مقترمة الدنيا هادية انا رحت ساعة مش عارف مش فاكر الساعة عشرة صباحا كانت الساعة عشر صباحا او اداشر كان الدنيا هادية انه الكنيسة السياحية يعني فتحينها تبع جدول الزيارة للاجانب بتيجي انت من العصر والدمر كده بتلاقيها ايه مليانة الكنيسة دي ما بتلاقيش مكان فاضي فيها او شبر فاضي فيها بتوجي مليئة بالاجانب والسياح خلوها تبع المنظرات السياحية وجي حاجة تشرف طبعا انه احنا يكون عندنا حاجة وجهة للسياح كده ونتباهها يعني فخر سواء مساجد او كنائس او ده احنا دول الاجانب مش بيجوا يصلوا او كده لا ده بيجوا يزوروا تحف المعمارية هما بيجوا يتفرجوا على جسوم ويتفرجوا والدولة بتبان من الهندسة بتاعتها والحضارة بتاعتها دي واجهة ليها لكن هما ما بيصلوش ولا بيروحوا للمسجد المين الكبير برضو بزروح وشدوه ويتصوروا ويتصوروا من خارج وبيجوا على الكاتدرائية دي يستكشفوها انت طبعا بتيجي بتخش زي ما انتم شايفين حضراتكم دي الكاتدرائية من فوق بتخش على الكاتدرائية مقسومة قسمين الكاتدرائية من فوق وفيه كنيسة صغيرة يعني علشان تستوعب عدد كبير من المصلين في الايام الدينية والاعياد بتاعت الاخوة المسيحين بتخش شايفين الجمال العمدان الرسمي الهندسة المعمارية بتباني البصمات بتاعتها بالضبط والعمدان طبعا معمولة من الرخام الغالي وهتشوفوا جمال الزجاج الملون الباين انه فخم هتشوفوا الكاميرا هتجيبوا دلوقتي والصحن بتاع كنيسة فهذه الكنيسة او الكاتدرائية تقع في منطقة الظهار في مدينة الغردقة بجمهورية مصل العربية وهي كنيسة قطية ارسوزكية زاد بناء متواضع وبسيط من الخارج ولكنها رائعة للغاية من الداخل خاصة نوافزها الملونة لحضراتكم شايفينها شايفين نوافز جميلة ملونة ازاي طبعا غالية جدا باين عليها انها فخمة واسقفها المطلية واللوحات الجدارية والجداريات الدينية المعلقة في ارجائها وفوق المدبح وين يميز هذا المكان او هذه الكاتدرائية وجود كنيسة صغيرة من تحت يعني معمولة بطريقة احترافية تقع مباشرة اسفل الكاتدرائية وذلك زي ما قلنا من اجل استيعاب كافة المصلين في الايام الدينية الخاصة ويمكنك تذهب اليها مع عائلتك او اصدقائك والاستمتاع بالجمال هذه الكنيسة الرائعة انها مكان روحي ومليء بالحياة والمشاعر الرائعة كل معلك بس هو فعله هو الالتزام بالهدوء واحترام المصلين الذين يقيمون بالشاعر بتاعتهم الصلاح بس دي كده احنا نزل نبقى تحت للكنيسة عشان اقول حاجة الكنيسة كانت مكفولة بالنهار الصبح كانوا لسه ما فتحوها لانو كانوا بينضفوا وكان النور مطفي فانا سألت الراجل لما شايفني قلت له اصورها اقول لي حاضر تفضل نور لي كل الكنيسة انوار الكنيسة جزاها الله خير عشان اصورها شايفين بكل حب واحترام الراجل فتح لي الكنيسة ونور لي كل الانوار بتاعتها وهو مبتسم جميل جزاها الله خير عشان اصورها ووريها لحضراتكم شايفين الرسومات في السكف ازاي جمالها ده شغل جامد على فكرة شغل مبدعين بيكون وفننين فننين في الاول والاخر مصري نفتخر انو في حاجات زي كده جميلة سواء مسجد او كنيسة او عمرات او اي حاجة بالزبط عشان نتباها بيها ونقول الاجاب احنا عندنا عند زمن انتم عنديكم مين الكاتدرائيات للزيارة البتاع احنا عندنا حاجات فخمة وافخمة منيها كمان هم عندهم شان مش فتش كناس هنا عنديهم الكاتدرائيات هنا منقسمة للمستين زي كده او فيها الطابع النعماري الجميل يعني انا بعتبره زكاء يعني حافز على المبنى وخلى فيه طابقين شايفين ازاي طابق ارضي تحت الارض وطابق علوي والاثنين اجمل من بعض هنا بقى غرفة الانبع او البابة بيكون هنا طبعا والحاجات بتاعته طبعا بلبسها برضو الرجل فتح حالي فتح لي الباب يعني الصدق يقال وخلاني صورت الغرفة بتاعت البابة ده الكنيسة من الخارج حتى الرجل للزبون الالماني ده طلب مني اني اسورهم الزباني ابتدت تيجي بس وكده نهاية الفيديو وصورت لكم الكنيسة وارب تكون تنال اعجابكم ما تنسونيش بالدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يصيركم كل جديد وحييكم مرتاني من مدينة الفاردق الجميلة والمزارش الفاردق اخواننا رفاتهم بلد جميلة وهادية ونصة ضيبين وتحس بها بالامن والامام والراحة النفسية كما انتم شايفين هو الاجهانب بارتياع رايحين يتفرجوا على الكنيسة من جوة مفيش اي حد بيدي يعني كده في اوروبا بالظهر ده واسم حي شعبي ده على فكرة يعني مش الاحياء ده كانت حي شعبي في الاول وفي الاخر بس انتم شايفين ادينا الافتاح وبس والقاكم في فيديو اخر طابت اوقاتكم كان معكم اخوكم محبود من مدينة الغدق بهذا السلام عليكم ما نفع قدره مرحل مرحل بصرف ما نفع مرحل